موسيقى بسم الله الذي بذكره تطمئن القلوب وتنتبه العقول وتسعد الأرواح دي حلقة من سلسلة حلقات حجمة الحياة حلقة النهاردة عنوانها موقف الأدب دي واحدة من مواقف مولانا محمد ابن عبد الجبار النفري المتوافع في أرض المحروسة سنة 354 هجرية اللي احنا في رحاب كتابه الأجمل المواقف والمخاطبات في موقف رقم 9 عنوانه موقف الأدب بيقول أوقفني في الأدب وقال لي طلبك مني وأنت لا تراني عبادة وطلبك مني وأنت تراني استهزاء الله يعني انت لو مش شايف الحق سبحانه وتعالى زي الغالبية العظمى من الناس وبتطلب منه ده مفهوم عبادة ليه لان انت غالبا هتطلب ايه ما انت هتطلب الدنيا ماديات الحياة الدنيا فعلى قد مستواك على قد نظرتك لكن لو انت ربنا خد بيدك وطرقيت في الطريق الروحي وبقيت شايف الحق مش ممكن تطلب منه تطلب منه ازاي تطلب مستحيل هتطلب من الدنيا هتطلب الحياة الدنيا مستحيل ان متاع الدنيا قليل عشان تشوف الحق اللي تكون فاهم ان متاع الدنيا قليل ولذلك في سورة طهر لما فرعون قال لموسى قال له ايه قال فمن ربكما يا موسى قال لموسى وهرون مين ربكم بص الاجابة رضل عليه قال له ايه قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدا اللي شايف الرؤية دي اللي شايف ربنا اعطى كل المخلوقات وهدا كل المخلوقات يعني هداها الى السبيل طبعا الانسان زي ما انتوا عارفين يعني ببقى هديناه النجدين ربنا ده هنطلب منه ايه لو هو انت شايفه لو على المستوى ده ايه بس هزاء حقيقي بيكمل ان الفاري في موقف الادب ويقول قال ليه اذا بلوتك فانظر بما علقتك فان كان بالسوى فاشكؤ الي وان كان بيه انا فقد قردت بك الضار الله شوف البلوة هنا بمعنى الاختبار شوف انا اختورتك في ايه علقتك في ايه لو حاجة بالسوى لو حاجة سوى الحق سبحانه باي حاجة بالدنيا بالمال بالشهرة بالصروة باي حاجة بالاوقف لو الحكاية كده اشكولي اشكول حق سبحانه وتعالى لكن لو انت متعلق بالحق سبحانه وتعالى فقد قردت بك الضار يعني يا اجمل هذا التعلق ان الانسان يكون قلبه معلق بخالقه سبحانه وتعالى وبعدين بيقول ان الفاري في موقف الادب قال لي بصو دي بقى يا جماعة جميلة اوي وعميقة اوي قال لي رأس المعرفة حفظ حالك التي لا تقسمك بعد الشركز معاش واحد رأس المعرفة هي ايه حفظ حالك بحيث ان ما تتقسمش لا تقسمك هو انا ممكن اتقسم تتقسم ونص مش تتقسم بس انت تتفتت تلاقي التعبيرات الشعبية العامية المصرية واحد يقول ايه خدت بعضي ومشيت خدت بعضي ومشيت يعني شايف الانقسام فيه الموقف ده خلاه يحس انه فيه حاجة بقت فيه اكتر من حاجة هو اكتر من حاجة بمعاني متعددة او لما يجي يقول ايه في العامية المصرية بارده قلت لنفسي او قلت يا واد مش عارف كذا كذا فيه فكرة دي مهمة جدا انه فيه داخله فيه صراع حقيقي فيه اكتر من حد فيه حوار داخلي شاعرنا الكبير كابل الشناوي بيقول بعضي يمزق وعضي البعض دي يمزق وعضي فالناس بتتشتد وبتنقسم وبتضيع وبتضيع وعلى فكرة طبعا زي ما حضرتكم عارفين دي فيه انواع كتير من الامراض النفسية بيبقى فيه هذا الانقسام حد جدا ويبقى ممكن يبقى فيه الانسان الواحد شخصيتين او اكتر من شخصيتين لكن هذا التواحد رأس المعرفة حفظ حيالك ده التي لا تقسمك يبقى فعلا زي التعبير اللي قاله مولانا قرر بك الدار امتى تقر بك الدار لما تستقر في مقامك الحقيقي مقام العبودية اعظم المقامات واشرفها تعرف حياتك وتستقر في حياتك بيكمل مولانا قال لي ان طلبت من سواي لو طلبت من حد غير الحق سبحانه وتعالى فتفن معرفتك في قبر انقر المنكرين انت هتطلب من حد تاني وفي حد تاني في ايد وحاجة معرفتك ايه كده تبقى مفيش تبقى انت مفيش مش عايز اقول انه زي غالبية الناس انا حسيم الحكم لحضرتكم صحيح مسلم حديث قدسي على لسان الحق سبحانه وتعالى بيقول انا اغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا اشرك فيه معي غيري تركته وشركه دي الحقيقة اوعى اوعى يا ايها الانسان اوعى بيكمل مولانا ويقول قال ليه قاليت لا اقبلك وانت زو سبب او نسب كان في حلقة عن هذه الابارة المدهشة مفيش حاجة لا سبب ولا نسب ولا حاجة توقن يقين يقين كامل مئة في المئة انك بلا حول ولا قوة لا في سبب ولا في نسب ولا في عدة لان كل زي عدة مهزوم تسلم الابر لصاحب الابر ودي خلاصة الحكمة والحكمة زي ما حضرتكم عارفين هي ضالة المؤمن ورأس الحكمة ما خايفة الله ترجمة نانسي قنقر